فضائح السجون السرية في مناطق سيطرات ميليشيات الحوثي تتولى فصولها لتتعدى إلى الإصلاحيات المركزية التي تخفي بداخلها معاناة وألام يكبدها المختطفين في واحدة من أكثر وجوه الحرب العبثية بشعة قبل أربع سنوات انكشف جزءا من جريمة التعذيب حين توالت قصص الانتهاكات في تقارير المنظمات الحقوقية وشهادت للخارجين من سرديب الموت المحجوب لا شيء جميل في الحرب غير نهايتها والحروب أنواع وويلات تتشابه على آلها فالخصم المعلن تفاوضه وتبادله بشفافية ووضوح وليس ذلك شأن المتواري كما هو حال ميليشيات الحوثي المتخفية والتي تعتمد على تبادل الأسرى من تحت الطاولة وفق مصالح مشتركة لا علاقة لها بالإنسانية وحرية المخفيين قصرا وكذا المعتقلين سجون ميليشيات الحوثي ضعفت معاناة المئات من المختطفين والمخفيين قصريا رغم مرور عشرة أشهر على اتفاق السويد الذي تضمن بندا رئيسيا لتبادل الأسرى الكل مقابل الكل يمارسون ضدهم سياسة التجويع ومنع إدخال الغذاء والدواء لتتضعف معاناة البعض مع مرضهم الذي يلازمهم في زنزينهم ويمنعون الكثير منهم من زيارات أسرهم وأهليهم ويتعاملون معهم بمزاجية وصلاف في رسالة واضحة أن لا هوادة ولا ضمير في هذه الجماعة الخارجة عن القانون رابطة أمهات المختطفين وكعادتها تصدح ببيان وهذه المرة لإنقاذ ثلاثة من المختطفين المرضى في الإصلاحية المركزية بصنعاء الذين يعانون من التهاب الكبد المناعي وانخفاض نسبة الدم ما تسبب بتدهور حالتهم جراء حرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة فالكثير من السجناء مصابون بالعديد من الأمراض وبعضهم يصارعون الموت وسط مخاوف من انتشار الأوبئة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ولدي وهو بخير ولا في شيء واستخطفوا الحوتة وعذبوه زادت التساؤلات والحيرة في وجوه أطفال يفتقدون لأبائهم المخفيين في سجون الميليشيات الحوثية عن عدم عودة آبائهم تعمقها إجابة الأم العاجزة عن إقناعهم غدا سيأتي ليتبخر حلمهم برؤية أبيهم مع غروب كل يوم جديد فتعاود تجريع طفلها الأمل بأن والده سيأتي في يوم ما ولكن دون ما تحديد